بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في الجزء الثالث من قصيدة ابن الرومي الشمس الغاربة نرجو لكم متابعة مفيدة نبدأ بأهداف الدرس يتوقع من الطالب أن يحدد موضع التناص بين القصيدة ونص آخر موضحا الفكرة المشتركة يقرأ النص قراءة تحليلية تصويرا وموسيقى للإجابة عن تدريبات الكتاب يطبق ما سبق دراسته من قواعد نحوية وصرفية تطبيقا صحيحا تتذكرون أعزاء الطلاب أننا تابعنا في الدرس الماضي حل تدريبات قصيدة ابن الرومي ففرغنا من أسئلة المعالجة اللغوية وبعض أسئلة الأفكار والأساليب واليوم نتابع حل تدريبات الكتاب المدرسي سنبدأ بتوضيح مصطلح التناص وهو أن يتضمن نص أدبي نصوصا أو أفكارا سابقة عليه بطريقة واعية شعورية أو بطريقة لا شعورية وللتناص أنواع منها الأدبي والتاريخي والديني والثقافي ومن أمثلة التناص الديني قول الشاعر لا تعاشر معشرا ضل الهدى فسواء أقبلوا أم أدبروا بدت البغضاء من أفواههم والذي يخفون منها أكبروا فهذا البيت يتناص مع قوله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر والتناص الأدبي يكون في التشابه بين أبيات شاعر وشاعر آخر أما التناص التاريخي فيكون في التشابه بين بيت شعري وحادثة تاريخية معروفة والآن لننتقل إلى السؤال التاسع في الصفحة الثالثة والتسعين بيّن أوجه التناص مع أبيات بن الرومي فيما يأتي ألف قال عدي بن الرقاع واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمي أي أبيات بن الرومي يتناص مع بيت عدي نعم أحسنتم البيت السادس لاحظوا كيف استعمل الشاعران الفعل رنقت إذن نقول التناص وقع في البيت السادس وهو تناص أدبي في رنقت با قال امرؤ القيس وقد أغتدي والطير في وكوناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي أي أبيات بن الرومي يتناص مع بيت امرئ القيس أحسنتم البيت الرابع إذن نقول التناص وقع في البيت الرابع فكل الشاعرين يغتدي والطيور نائمة السؤال العاشر وغنى مغن الطير فيه فسجعا وغنى مغن الطير فيه ثم سجعا ما الفرق في المعنى بين الجملتين السابقتين وأيهما من وجهة نظرك أدق في التعبير عن المراد لننتبه أعزاء الطلاب إلى أن الجملة الأولى جاء فيها حرف العطف الفاء في حين جاء حرف العطف ثم في الجملة الثانية فما الفرق في المعنى بين هذين الحرفين وما أثر ذلك في معنى الجملة الأولى ومعنى الجملة الثانية نعم أحسنتم الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب في الزمن فلا وجود لفاصل زمني كبير بينما بعد الفاء وما قبلها أما ثم فتفيد الترتيب مع التراخي في الزمن فثم تفاصل زمني بين ما بعدها وما قبلها وعلى هذا تكون الجملة الأولى أدق في التعبير عن المراد فلا وجود لفاصل زمني بين الغناء والتسجيع فنقول إذن فسجع في التعبير الأول ومعناها غرد المغرد من الطير فردد صوته على نغمة واحدة وهي تفيد الترتيب مع التعقيب أي الفاء وذلك خلاف التعبير الثاني ثم سجع والتي تفيد الترتيب مع التراخي ولذلك فالتعبير الأول أدق للتعبير عن المعنى المراد والآن لننتقل إلى سؤال الصور البيانية وقبل أن نجيب عنه لنتذكر معا أعزاء الطلاب التشبيه والاستعارة فقد مر معكم أن التشبيه له ثلاثة أنواع المفرد والتمثيلي والضمني وهذه أمثلة لكل نوع أما الاستعارة فلها نوعان المكنية والتصريحية وهذه أمثلتها لننتقل إلى السؤال الحادي عشر في الصفحة الثالثة والتسعين بيّن نوع الصورة ودورها في أداء المعنى لما تحته خط فيما يأتي ألف ولاحظت النوار وهي مريضة وقد وضعت خدا إلى الأرض أضرع ما نوع الصورة فيما وضع تحته خط نعم أحسنتم استعارة مكنية فقد شبه النوار بإنسان ثم حذف المشبه به وترك شيئا يدل عليه وهو المرض أما دورها في أداء المعنى فهو بيان وتوضيح مدى حزن وانكسار النوار عند الغروب با وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلاصفا إن تودعا ما نوع الصورة فيما تحته خط أحسنتم إنه تشبيه فقد شبه الشاعر النوار والشمس بصديقيني والدعان بعضهما أما دور الصورة في المعنى فهو بيان وتوضيح شدة الارتباط والوفاء وكذلك شدة الحزن عند الوداع والآن لننتقل إلى سؤال الإيقاع الموسيقي ولعلكم تتذكرون أن الإيقاع الموسيقي في النص الشعري يصدر من الموسيقى الخارجية والموسيقى الداخلية أما الموسيقى الخارجية فتأتي من الوزن والقافية وأما الموسيقى الداخلية فتأتي من التكرار والتوازن بين العبارات والمحسنات المعنوية وهي الطباق والمقابلة والمحسنات اللفظية وهي التصريع والجناس والآن نستطيع الإجابة عن السؤال الثاني عشر في الصفحة الرابعة والتسعين توافرت في الأبيات مصادر الإيقاع بنوعيه الخارجي والداخلي حدد مصدر الإيقاع مع التمثيل وبيان الأثر مصدر الموسيقى الخارجية في قصيدة ابن الرومي وحدة الوزن والقافية فهي من الشعر العمودي الذي يلتزم البحر الواحد والقافية الموحدة وحرف الروي فيها العين المفتوحة أما الأثر فهو إعطاء جرس موسيقي يثير الانتباه ويعبر عن شدة الحزن ومن مصادر الموسيقى الداخلية في هذه القصيدة التكرار والتوازن بين العبارات ونجد ذلك في البيت الرابع إذ يقول الشاعر أحن فأستسقي لها الغيث مرة وأثني فأستسقي لها العين أدمع أما الأثر فلها نغم خفي محبب للنفس ويثير الانتباه والتفكير مر معكم أعزاء الطلاب في دروس النحو السابقة الحروف الناسخة وهي التي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر والحروف الناسخة هي إن وأن ولكن وكأن ولعل وليت السؤال الثالث عشر وبين إغضاء الفراق عليهما كأنهما خلاصفاء تودعا أعرب ما تحته خط في البيت السابق وفق الجدول الآتي كأنهما كأن حرف الناسخ وهما ضمير متصل مبني في محل نصب اسم كأن خلا خبر كأن مرفوع بالألف لأنه مثنى وحذفت النون للإضافة صفاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وبهذا نصل أعزاء الطلاب إلى نهاية درس الشمس الغاربة شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا لكم